من رام الله ينظم إلينا سيد رائد ردوان عضو المجلس الثوري لحركة فاتح سيد رائد ما الذي يمكن أن نتوقف عنده في حديث كوشنر الأخير والذي تضمن رسائل للقيادة الفلسطينية أنا أعتقد أولا التصريح هو جاء في سياق طبيعي للخطة الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وبالتالي ليس مستغربا ما جاء فيه من بعض من بين السطور المحاولة الأمريكية البائسة في إيجاد شرخ بين الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال اتهام هذه القيادة بأنها لم تكن تهتم بمصالح الشعب الفلسطيني إلى جانب أنه حاول أن يفصل ما بين الرئيس أبو مازل ومساعدي وكأن هناك موقفين فلسطينيين فيما يتعلق بالخطة الأمريكية أعتقد أن الجديد في هذه التصريحات هو اعتراف أمريكي بأن لا قدم فلسطينية حتى هذه اللحظة تستطيع أو تقبل أن تتسوق مع الخطة الأمريكية المسمى بصفقة القرن وبالتالي هو يحاول مرة أخرى أن يجد دوعا من الغزل السياسي بالرئيس أبو مازل عسى أن تستطيع هذه السياسة محاولة اختراك الساحة الفلسطينية سيد رائد الإدارة الأمريكية تتحدث عن آلية جديدة للتفاوض عوضا عن الآلية القديمة التي لم تأتي بنتائج تذكر للفلسطينيين لماذا لا يمكن أن يتم التفاوض أو الاطلاع على هذه الآلية الجديدة علها تأتي بجديد أنا أعتقد سيدتي العزيزة ربما هذا البعض الكثير يسأل أن صفقة القرن حتى هذه اللحظة لا يعلم مضمونها الفلسطينيين ولا الآلية التفاوضية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية لكن أنا أقول لك أننا نعلم ما الذي لا تتضمنه صفقة القرن أو الخطة السياسية الأمريكية نعلم أنها لا تتضمن القدس لأنها أزيحت عن الطاولة وهذا مفهوم ومصطلح ومفرد استخدمها ترامب نفسه نعلم تماما أن قضية اللاجئين غير متضمنة للخطة الأمريكية نعلم تماما أيضا أن لا عودة إلى حدود عام سبع وستين وأن إسرائيل ستحتفظ بمناطق من الضفة الغربية وبالتالي قل ذلك لا تتضمن هذه الصفقة يجعلنا نعرف تماما أن الذي صاغها وهو الثالوث الصهي وأمريكي باطلاع القيادة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية على مضمون هذه الصفقة إنما تؤدي في النهاية إلى تمرير رؤية سياسية تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية وفرض إسرائيل عضوا طبيعيا بل على زعامة منطقة الشرق الأوسط من خلال سلام لا تدفع بموجب إسرائيل استحقاقات سياسية ولذلك كل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية تؤكد بشكل واضح أن هناك تطابق في الرؤية السياسية الأمريكية والإسرائيلية في الحل السياسي شكرا جزيلا لك رائد ردوان عضو المجلس الثوري لحركة فتح كنت معنا من رام الله